تزايدت خصال الجود والكرم عند النبي صلى الله عليه وسلم على ما كانت عليه قبل البعثة المحمدية وتضاعفت أضعافا كثيرا بعد البعثة النموية وفي الصحيحين عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأشجع الناس وأجود الناس صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم تحياتي للجميع مرحبا بحضراتكم جميعا في سلسلة مرحب شهر الصوم مرحب ومع الحلقة رقم 12 بعنوان جود المصطفى العدنان كيف كان في شهر رمضان شهر الرحمة والعفو والغفران نتناول بالشرح والتفصيل سبع حكايات عن النبي العربي الأصيل في الكرم والجود الجميل تابعون ولا تنسوا الصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم الحكاية رقم واحد في صحيح مسلم عنه قال ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه فجاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين فرجع إلى قومه فقال يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة وفي رواية أخرى فإن محمدا يعطي عطاء ما يخاف الفقر قال أنس إن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنيا فما يمسي حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها الحكاية رقم اثنين في صحيح مسلم عن صفان بن أمية قال لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطاني وإنه لمن أبغض الناس إلي فما برح يعطيني حتى إنه لأحب الناس إلي قال ابن شهاب أعطاه يوم حنين مئة من النعم ثم مئة ثم مئة وفي مغازل وقضية أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى صفوان بن أمية يوم إذن واديا مملوءا إبلا ونعما فقال صفوان أشهد ما طابت بهذا إلا نفس نبي الحكاية رقم ثلاثة في الصحيحين عن جبيل بن مطعم أن الأعراب علقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم مرجعه من حنين يسألونه أن يقسم بينهم فقال لو كان لي عدد هذه العضاة نعما لقسمته بينكم لا تجدوني بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا والجبير بن مطعم ابن عدي بن موفل ابن عبد مناف القراشي أبو محمد قادم وهو مشرك في فداء أسارة بدر فلما سمع قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم في صورة الطور أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون دخل في قلبه الإسلام ثم أسلم عام خيبر توفي سنة خمسين هجرية الحكاية رقم أربعة في الصحيحين عن جابر بن عبد الله ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فقال لا وأنه صلى الله عليه وسلم قال لجابر لو جاءنا مال البحرين لقد أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا وقال بيديه جميعا الحكاية رقم خمسة أن شملة أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم فلبسها وهو محتاج إليها فسأله إياها رجل فأعطاه فلامه الناس وقالوا كان محتاجا إليها وقد علمت أنه لا يرد سائلا فقال إنما سألتها لتكون كفني فكانت كفنه واستنتج العلماء من هذا الحديث أنه لا مانع أن يستعد الإنسان للموت وأنه من الجائز أن يجهز كفنه قبل مماته وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه ذلك الحكاية رقم ستة كان جوده صلى الله عليه وسلم كله لله عز وجل وفي افتغاء مرضاته ولذلك فإنه كان يغذر المال إما لفقير أو محتاج أو ينفقه في سبيل الله أو يتألف به على الإسلام من يقوى الإسلام بإسلامه وكان يؤثر على نفسه وأهله وأولاده فيعطي أعطاء يعجز عنه الملوك مثل كسرى وقيصر ويعيش في نفسه عيش الفقراء فيأتي عليه الشهر والشهران لا يوقد في بيته نار وربما ربط على بطني الحجر من شدة البوع الحكاية رقم سبعة كان قد أتى النبي صلى الله عليه وسلم سبي مرة والسبي هي الغنائم التي يغدنمها المنتصر بعد الحرب فشكت إليه فاطمة ما تلقى من خدمة البيت وطلبت منه خادما يكفيها ما أونت بيتها فأمرها أن تستعين بالتسبيح والتكبير والتحميد عند نومها وقال لا أعطيكي وأدع أهل الصفة تطوى بقونهم من الجوع وكان جوده صلى الله عليه وسلم يتضاعف في رمضان على غيره من الشهور كما أن جود ربه يتضاعف فيه أيضا لذلك فإن الله جبله على ما يحبه من الأخلاق الكريمة وكان على ذلك صلى الله عليه وسلم من قبل البعثة المحمدية إلى هنا نكون قد انتهينا من حلقة اليوم إلا أنا ألقاكم في الخلقة التالية لكم خالص تحياتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة